موسيقى مشاهدين الكرام وصلنا لأخبار الزراعة حول العالم وبداية الأمم المتحدة تحذر أزمة جوة عالمية غير مسبوكة ومقبلة مع ارتفاع المخاوف مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني لأشهر بعد وسط أزمة الغذاء بدأت تلوح في الأفق لاسيما في بعض الدول الأفريقية التي تعتمد على محاصيل قمحها من أوكرانيا وروسيا حذرت الأمم المتحدة مجددا من أزمة جوع مقبلة ونبه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو خلال قمة كمة جمعت 40 دولة في برلين بأن العالم يواجه كارثة بسبب نقص المتزايد في الغذاء الخبر اللي جاي مشاهدين العصور على صلحفاء وبيضتها في تنقيب جديد في بومبيه الأثرية اكتشف علماء الأثر في بومبيه بقايا صلحفاء كانت تحمل بيضة ساعت للجوء في أنقاد منزل دمروا الزلزال في عام 62 بعد الميلاد عسر على هيكل الصلحفاء هيرمان وطوله 14 سنتيمتر وبيضتها خلال عمليات تنقيب في منطقة المدينة القديمة وبيعتقد العلماء بأن الصلحفاء التي شاع نوعها في جنوب أوروبا لجأت إلى أنقاد منزل دمر بشكل بالغ خلال الزلزال ولم يعاد منه وصرح غابريال المدير العام لبومبيه بأن حقيقة هذا الأمر بأنها مازالت تحمل بيضتها وتشير بأنها نفقت قبل أن تعصر على مكان آمن مناسب لوضعها